موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام بنسبة تفوق 99% من قيمتها تبخرت في ظرف ساعات قليلة حتى بات سعرها يقارب الصفر تفاجأ مستثمرون بهبوط مدون لعملة مشفرة جديدة حملت اسم سكويد أو الحبار في قصة غريبة جديدة من قصص العمولات المشفرة وكان سعر العملة قد تجاوز الألفي دولار قبل هبوطها وكان مطور هذه العملة المشفرة قد استغلوا شهرة المسلسل الكوري سكويد جيم للترويج لعملتهم بين المتحمسين من صغار المستثمرين الذين انهالوا على شرائها وفي ظرف أيام قليلة قفزت القيمة السوقية للعملة إلى مليارين فاصل أربع مليار دولار ليعود سعر العملة إلى 2860 دولار أمريكي بالتحديد وما هي إلا بضع ثوان حتى قام مؤسسوها بالهرب وإغلاق جميع حساباتهم على السوشال ميديا طبعا هذه القصة القديمة المتجددة تضع العديد من إشارات الاستفهام على العمولات الرقمية حول هذا الموضوع يسعدنا أن الصديف السيد محمد موسى الخبير الاقتصادي حياك الله في البداية نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار عملات لا تراها بعينيك ولا تلمسها بيديك هي عبارة عن أنقام ورموز تجدها على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول لكل عملة رمز أو إشارة لكن بالرغم من عدم رؤيتها ولمسها إلا أنها أشغلت الكثير من الباحثين على الثروة السريعة وتعد البيتكوين على رأس العمولات الرقمية التي تحظى بالإقبال ومعها عمولات الإثروم وبنانس وكاردانو ترجع أصول العملات الرقمية إلى فقاعة الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين واحدة من الأولى كانت أي جولد والتي تأسست في عام 1996 وبدعم من الذهب وهناك خدمة أخرى معروفة للعملات الرقمية هي ليبرتي ريسيرف التي تأسست في عام 2006 وكانت تتيح للمستخدمين تحويل الدولارات أو اليورو إلى ليبرتي ريسيرف دولار أو يورو وتبادلوها بحرية مع بعضهم البعض برسوم واحد بالمئة كانت كلتا العملتين مركزيتين ويشتهران باستخدامهما لغسل الأموال مما استدعى إغلاقها من قبل الحكومة الأمريكية ويبقى السؤال حول مصداقية العملة الرقمية على مدى السنوات القادمة نعم سيد محمد دعنا نبدأ من ما جاء في المقدمة حول عملة السكويد لماذا لو تحكي لنا القصة بداية أي نتيجة وجود البرمجية الحديثة لتطوير العملات المشفرة أو الإلكترونية هناك أي شركة ممكن أن تقوم وتعتمد على هذه التقنية وتقوم بإنشاء عملة خاصة بها أو بأي مسمى كان وتطرحها للاكتتاب على المنصة العالمية لتداول في هذا المجال وبيعها وطرحها في السوق وأخذ قيمتها من عمليات العرض والطلب وإصدار الأخبار بشأنها إن كانت تابعة لمشروع كما العملة التي تحدثنا في السكويد كيم التي تعتمد على مشروع المسلسل الذي نجح نجاح كبير وحقق ترويج إعلامي كبير فنتيجة طبعا للأسف السوق في العملات المشفرة سوق جديد جميع المستثمرين في هذا السوق ليسوا خبرة أو معرفة في كيفية التعامل أو كيفية أنا لماذا أشتري هذه العملة على أي أساس أقوم بشراء هذه العملة ما هو المستقبل لهذه العملة ما المشروع الذي يقف خلفها من الذي يقوم بإدارة هذه العملة ومن يمتلكها كل هذه التساؤلات لا يقوم بسؤال السؤال عنها المستثمر في هذه العملات فقط هناك انجرار صراحة خلف الترويج الإعلامي خلف التغريدات التي تحدث من بعض المؤسرين في السوشال ميديا لذلك انجرأ الكثير من المستثمرين لكن في هذه القصة سكويد لم تكن المشكلة في العرض والطلب كانت المشكلة في أنها ليست عملة إلكترونية لتحقيق الشروط نعم هناك مدام مطروحة على أحدى منصات التداول العالمية أو المعروفة يقوم في شرائها لغض النظر عن تبعات هذا الأمر أو السؤال عنها نتيجة الترويج الإعلامي لديها هناك مجموعة بصراحة السوق موجود وسوق فتي أو جديد لا يخضع لقوانين ولا يخضع لضوابط ولا يخضع لسلطة معينة لضبط هذه العمليات التي تقوم عليه لذلك كان التسابل سهل بسيط الأمر في الاحتيال والنصب به وهناك قدع بصراحة الناس نتيجة عدم المعرفة وعدم السؤال كما قلنا أنه لا يوجد دراسة لأي عملة وعملية نصب حدثت سابقا فيه إن كانت من عملات أو من منصات تداول كما حدث في تركيا منذ عدة أشهر أو في جنوب أفريقيا لعدد منصات تداول إلكترونية اختفت مباشرة واختفت الأموال التي الناس يتداولون عبرها في العملات الإلكترونية نعود أن الأمر يحتاج صراحة لدراسة يحتاج إلى تأني يحتاج إلى معلومات كافية عن عملة التي يجب أن أستثمر بها عن مشروعها عن القائمين عليها عن مدى مصداقيتها ومن ثم نقوم نستثمر عليها ولكن هناك إنجرار صراحة في خلف الإعلام والترويج الإعلامي لديها واستغلال كما تحدثنا استغلال المسلسل في الذي حقق نجاح كبير قبل الخوط في موضوع العملات الرقمية وفي حال أراد المستثمرون أن يستثمروا في العملات الرقمية ما هي الشروط؟ كيف يمكن أن أعرف أن هذه العملة هي موجودة بالضبط وأنها تحقق المعايير؟ وأنني يمكن أن أجني منها الأرباح؟ بداية أول أمر أنا يجب أن عندما أبحث عن عملة الإستثمار بها هناك عدد خطوات بداية مدى القيمة الموجودة للعملة عدد الحبات كما نقول في السوق الموجود منها مدى حجم العرض أو الطلب على العملة في السوق الإمكانية للمستقبل لاستخدام هذه العملة هل تروج للاستخدام في المستقبل للشراء معين أو للتحويل معين أو أنها تتبع لبنك معين أو أنها تتبع لشركة معينة أيضا السؤال مدى قيمة هذه العملة وتدرجها وفق المشروع الذي قامت عليه إن كانت مشروع تابعة لشركة معينة أو تابعة لمؤسسة أو لتحالف شركات معينة أو لتابعة لمشروع مشترك حكومي خاص يجب البحث في هذا الإطار أيضا الأهم في هذا الجانب هو أنها موجودة على منصة قوية عالمية مع معترف بها وموسقة أيضا موجودة على مواقع البلوكتشين نعم يعني تعتمد هذه يجب الدراسة خلفها ووجود عدد الكمية الموجود منها المشروع الذي تقوم عليه ومدى المستقبل الذي قائم عليه هل هي قائمة كما تحدث أنها قائمة لمشروع كبير لأنها سوف تستبدل بقيمة معينة أو سوف تستبدل ربما تكون عبلة عالمية في المستقبل نعم مرتبطة في سلعة معينة مرتبطة بجهة معينة الأفضل الآن ولكن وأيضا عدم الاستمار بكامل حجم الأموال لديك يجب الاستمار في مبلغ بسيط عندما نرى أنها تتحرك باتجاهها الصحيح وأن الأخبار التي تصدر عنها تصدر من جهات رسمية وموسوقة أيضا نزيد حجم السمار تحركاتها ليست زاد تحركات وتزبزبات كبيرة في الصعود والهبوط أيضا لا تعتمد على شركة معينة أو شخص معين فقط إنما تعتمد على مجموعة شركات ومجموعة أشخاص مؤسرين هناك بصراحة الكثير من الخطوات التي يجب أن تمدها المستثمر قبل الدخول في استثمار أي عملية الكترونية أو مشفرة عليه حضور كورسات ربما من أجل أن يقوم بالتداول نحن نعمل قبل سوق العملات الكترونية موجود سابقا سوق الفوريكس والبورصة وهو سوق قديم وجديد ومتجدد صراحة ولديه أيضا المخاطر ذاتها في العملات الكترونية ولكن في مجال البورصة والفوريكس هناك عملات هي عملات المحلية لكل دولة إن كان الدولار واليورو والباوند والليرة التركية العملات العالمية والفرانج واليين وأيضا موجود الزهب وموجود السلع العالمي النفط والغاز وموجود أيضا السوق الأسهم العالمي من داون جونز والمؤشرات العالمية داون جونز والنازداك والمؤشرات العالمية إذن السوق موجود صراحة ولكن أيضا هذا السوق في المجال البورصة يعتقد الكثير الناس أنه يعتمد على الحظ أو يعتمد على الفطنة إنما يعتمد على العلم صراحة يعتمد على التحليل يعني على موج يعني متى أنا أدخل في الشراء متى أدخل في البيع متى أخرج بالخسارة التي تحملتها مدى أمكانية المال هناك تحليل فني أيضا هناك تحليل فني ولكن هنا أيضا عندما فتح مجال العمل في العملات الإلكترونية أيضا الناس تذهب وراء خلف أي عملة يصدر عنها خبر بسيط أو ترويج إعلامي خفيف أو أنها يرون سعرها بسيط أنه يعتقد أنه سوف تقفز إلى أرقام كبيرة وهناك أيضا إحاءات صراحة من السوق تتلعب بنفسية المستثمر أنه يكسبك في البداية من بعض العملات لتتورط في عملات أخرى فأيضا السوق كبير صراحة يحتاج إلى علم يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى تحليل يحتاج إلى مختصين يحتاج إلى دراسة نعم لكن هناك فرق ما بين يعني البورصة وسوق الفوريكس بأن هناك شيء ملموس هناك عملات هناك أسهم هناك شركات لكن العملات الرقمية لا يوجد يعني هذه الأمور الملموسة سوف أستمع منك أكثر حول هذا الموضوع لكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود أرجو أن تبقوا بين الخبر والخبر تنتشر العديد من الروايات وربما تكون الصورة غير واضحة في برنامجنا المشهد الأسبوعي نرصد لكم من خلال شبكة مراسلين المواضيع التي تهم السوريين داخل البلاد وخارجها لنقدم لكم الخبر دون تحيز ونكون أقرب إليكم وتكونوا أقرب إلى الحد اشتركوا في القناة مرضان نبريب اسماتاني ننعورا اللهم أكبر سيد والمرج والمرج لنا الله 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 أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام سيد محمد كنا نتحدث بأن الأسهم والفوريكس هناك شركات وهناك أيضا بنوك مركزية تقف وراء هذه التجارة أو الصنعة في المضاربة لكن ما الذي يقف وراء العملات الرقمية وما الذي يعطيها هذه القوة صراحة العملات الرقمية أولا يعطيها القوة هو نتيجة التطور الحاصل في العالم عندما انتقلنا من التعامل من الزهب إلى الأوراق النقدية أيضا الآن نتحول إلى العملية الكترونية تحويل الكترونية نتيجة التطور الحاصل في العالم ونتجة وجود حاجة للسرعة في التحويل المالي نتيجة وجود عدم وجود وسيط عدم وجود معرفة الشخص المحول أو الذي يقوم في التحويل الأموال وجدت هذه البرمجية الحديثة بلوكتشين ووجدت القيمة الرقمية التي كما تحدثوا في التقرير عن الزهب الرقمي أيضا انتقلت لتطوير عملات تحمل تشفيرات خوارزميات دقيقة عالية في التشفير لا يمكن اختراقها تمكنت من انتشاء هذه العملة وأطلاقها في السوق وحلت بعض المشكلات الموجودة كما عندما سوف أقوم بتحويل بعض الأموال من البنك الخاص فيني إلى بنك صديق لي في دولة أخرى سوف تستغرق العملية عدة أيام سوف تحمل عدة موافقات عبر البنوك المركزية في البلدان تحمل تكاليف بالحجم التحويل أيضا المتابعة الدقيقة للأشخاص الذين يقومون بالتحويل وجدت هذه التقنية في العمليات السريعة ونقل الملكية نعم لكن هذا يحيلنا لسؤال بأن هذه العمولات تستخدم لغسيل الأموال وللتجارات غير المشروعة وكما كان في التقرير هناك عملتين إحداها انطلقت عام 1996 وقد حضرتها الحكومة الأمريكية طبعا نحن أي أمر لا يعتمد على المركزية ولا يمكن متابعته ولا يمكن تدقيق الأموال التي يتم تحويلها يحتمل عدد صراحة يحتمل الإيجابيات ويحتمل السلبيات كما نتحدثنا الآن الحكومات العالمية تتجه إلى إصدار العملات الإلكترونية الخاصة بها الرديف للعملات الورقية للسيطرة على هذا السوق العالمي للسيطرة على هذه العملات الإلكترونية ضبط بعض القوانين هناك تركيا رفضت تعامل في العملات الإلكترونية في عملية البيع والشراء والبنوك أيضا هناك الصين رفضت روسيا رفضت عدد دول أمريكا سمحت في ذلك عدد دول ترفض وتسمح وفق قوانين موجودة الآن السوق جديد صراحة نحن نتكلم عن عشرين سنة ليست في التطوير الكبير وأيضا السوق ظهر وظهر العملات الإلكترونية لكن أمام هذا الإغلاق يعني عدد دول منعت التعامل بهذه العملات في بنوكها نعم في بنوكها هل يعطي هذا نكسة للعملات الرقمية؟ نتيجة صراحة نحن تطورت العملات الإلكترونية وسوقها في فترة كورونا الحظر العالمي والإقلاق العالمي ونتجة عدم قدرة على السفر والعمل والدفع وتتجوّد كما جميع العمال توجهت إلى العمليات الإلكترونية من المنزل وغيرها أيضا لذلك نمى السوق الإلكتروني ونمى التجارة الإلكترونية أضعاف مضاعفة في عمليات الشحن حتى وتجارة الإلكترونية والشراء بالأنترنت هذا ما أدى إلى وجود آلية لعملات الشراء والطرح لذلك نمت العملات الإلكترونية ونمت سوقها بشكل كبير وزادت العملات الإلكترونية نحن نتكلم اليوم عن وجود سبع تلاف عمليات الإلكترونية مشفرة موجودة بالسوق منها يظهر ومنها يختفي ومنها يعود وتنشأ عملات جديدة للكتاب يومياً تطرح للكتاب يومياً نتيجة هذا الإغلاق العالمي الحكومي والتثقيق المالي والضوابة المالية نمى هذا السوق بشكل كبير وتوجهت الناس إلى العملات الإلكترونية لعملات الشراء والبيع عن طريقها وتحصيل أموالهم عن طريقها وتطوير هذا السوق بشكل كبير ولكن الجهات الحكومية ليست سريعة وديناميكية في طرح قوانين وطرح ضوابط مالية وطرح سيستم مالي عالمي يجمع هذه الأمور ويمنع عملات الاحتيال والنصب في هذا السوق ونتيجة صراحة عدم توفر الأعمال مؤخراً تتجه الكثير من الناس لسوق الفوريكس وسوق العملات الشراء نعم يعني هذا بسبب الرخودة الاقتصادي نوعاً ما لا ترى أنها فقاعة ربما يعني ذهب وراءها الباحثون عن الثروة من أجل جني الأرباح ثم سوف تخب هذه الموضة كما يقال صراحة العالم يعني منذ القرن الماضي والقرن الحالي يحتاج كل فترة ولفترة لتنشيط الاقتصاد إلى أزمة اقتصادية صراحة وتنتج هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية والصين وعدد دول عالمية يعني لتنشيط الحركة الاقتصادية يعني نحن نجد من عنزه عام 1930 أو عام 1919 الوباء الكساد الكبير الأقتصادية لديه مؤخراً في عام 2008 الأزمة العالمية في مجال العقارات التي انهارت العقارات فيها أيضاً في عام 2019 الأزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالم بشكل كبير وأدت إلى طبع تريليونات الدولارات بلا رصيد التي أدت إلى تضخم الحالي الموجود والغلاء الكبير أيضاً الآن توجه نحن نجد الآن سوق البورصة أو الفوريكس ننتحدث عن 5 تريليون حجم التداول اليومي فيه نشأ إلى جانبه سوق العملات المشفرة نحن نتحدث أيضاً في العملات المشفرة عن 5 تريليون كمان أيضاً دولار قيمة البتكوين حالياً تتعدى 900 مليار دولار قيمتها في السوق يعني نتحدث عن تريليون دولار هذه الحجم الأموال والاقتصاد الكبير والنموء السريع لهذه العمليات بعدم وجود ضوابط وعدم وجود تحكم دولي به سوف ينتج أيضاً حقيقة عنه أزمة اقتصادية قادمة لمحال تخبو منها بعض الأسواق وتنشأ أسواق جديدة كما في الفترة السادقة نعم يعني ذكرت موضوع طباعة العملات مؤخراً بسبب أزمة كورونا وجائحة كورونا ألا يعطي هذا مصداقية أكثر للعمولات الرقمية خاصة وأنها محدودة خاصة هنا نتحدث عن البيتكوين وأشباهها أن عددها محدود بينما ترى أن البنوك المركزية تقوم بالطباعة كلما كانت هناك مشكلة اقتصادية تحل الحكومات مشكلاتها بطباعة المزيد من الأوراق النقدية صراحة البيتكوين أخذ قواته وثقته من عدد المحدود به نحن نتكلم عن منذ إنشاء البيتكوين القائمين عليه حددوا بعدده بـ 21 حبة أو 21 بيتكوين فقط لا غير لن تزيد عن هذا الحد أيضاً لذلك نتيجة الطلب في عام 2019 على البيتكوين ارتفعت قيمته لأنه عدده محدود في العالم لن يوجد عدد أكبر ليست مثل باقي العملات الإلكترونية الغيرها مثل نتحدث عن الشيبة عن الشيبة هناك مليار أو أكثر من هذه العملة باقي العملات أيضاً إذن لم تنموا هذه العملات لأعداد كبيرة لأنه نمت الشيبة إلى دولار واحد نتحدث عن حجم تريليونات الدولارات قيمتها سوف تصل وهذا أمر مستحيل في هذا الجانب ولكن البيتكوين الإثيريوم ارتبطت فيها في بعض الشركات ارتبطت استثمارات فيها كما إيلون ماسك استثمار فيها مليار ونصف المليار بعض البنوقة المركزية ربطت قيمتها بالبيتكوين لأنها تربط في الزهب لأنها عددها محدود في العالم ولكن طبع العملات في البنوقة المركزية ناتجة عن نتيجة السياسة صراحة سياسات تقوم بها الدول بالنتجة هي سلطات موجودة في البلد تحمي حقوق المواطنين وتحمي قيمة العملة التي هي لديها لذلك تقوم به ولكن سياسات خاطئة نتجة عنها الطباع الأخيرة في كورونا نتجة عنها التضخم الحاصل حاليا انخفاض جميع قيام العملات زيادة في أسعار السلعة نتجة زيادة السيولة العالمية الكبيرة في السوق لذلك والأرباح التي حققتها الشركات نتجة هذه الضخ الكبير للسيولة وطباعتها نتجة شركات كبيرة وعملاقة نتحدث عن أبونا نتحدث عن تيسلا نتحدث عن أمازون نتحدث عن مجمل الشركات العالمية العملاقة تتحكم الآن بسيولة هائلة من الأموال نتجتها تحكمهم بالسياسة للحكومة في البلدان نعم أيضا الحكومات تسابق الزمان وهناك عمولات رقمية أو إلكترونية سوف تصدر عن هذه الحكومات مثلا هنا في تركيا وأيضا في الصين ما هو الفرق بينها وبين العملات المشفرة صراحة العملات المشفرة هي لا تخضع لجهة معينة ولا تخضع لسلطة معينة وتعتبر محسومة في العرض والطلب في السوق بينما العملات الإلكترونية التابعة للبنوك المركزية هي فقط كأنك أنت تأخذ العملة ولكن تكون عبارة عن رقمية موجودة في أعلى النصات التداول ولكن قيمتها مرتبطة بالقيمة المركزية للبنك المركزي والبنك المركزي يحدد عدد ما الفائدة منها؟ أنا الآن عندما أدع مبلغ في البنك أيضا تكون هذه العمولات هي إلكترونية أنا لا أراها وأدفع وأقوم بجميع العمليات في الحالة العادية والعملات الورقية العادية عندما تودع أنت في البنك هناك نزلت في رصيدك بإسمك وعندما تقوم بالتحويل تحول بإسمك وتحول من حسابك الشخصي لأي عملة وتخضع للرقابة الدولي وتخضع لتكاليف مالية كما تحدثنا أيضا لا يمكنك تحويل إلى بنوك خارجية من حسابك الشخصي إلا لحالات خاصة أو بمبالغ صغيرة أو بأمور معينة وليست جميع الدول تتحكم بأول شركات تمتلك هذه الخاصية في عمليات التحويل البنكي ولكن وجود العملة الرقمية وزات قيمة محلية وتعتمد تابع لبنك مركزي تسهل عليك في عمليات الشراء والبيع من أي شركة عالمية وأي مكان في العالم تستطيع بلحظة واحدة تحول الأموال من جهة إلى جهة أخرى وتقوم بشراء أي عملية أو تحويل أو دفع قيمة أي أمر وتحويله دون الرقابة ودون وجود صلة معينة ودون معرفة شخصك أنت عبارة عن كود موجود فقط لغير نعم بجواب مقتضب جدا هناك الكثير من يعتقد بأن العمولات المشفرة الرقمية هي الدجاجة التي تبيض ذهبا خاصة مع المكاسب التي حققتها في عام 2021 صراحة هي سوق مفتوح جديد يحتمى يديه ميزيات وإيجابيات كما هناك السراء السريع هناك الخسارة الكبيرة وهناك الفقر السريع يجب الدراسة والعلم يجب وجود اتباع سياسي معين لكل مستثمر في هذا الجانب عدم استثمار بجميع عمواله بداية عدم استثمار بأي عملة دون دراستها ومعرفة قيمتها طبعا ليست جديدة هناك يحتاج الأمر إلى علم وأيضا وجود بعض العملات من ناحية الشرعية التي نتحدث هناك عمليات فيها المجال الذي يهتم بهذا الأمر يجب الدراسة ومعرفة هذه العملة تتبع لأي شركة وتحمل أي فائدة أو تحتمل الحلال أو الحرام والدراسة هناك حدث توصيات الحديث عن ناحية الشرعية يحتاج إلى حلقة وتفصيلات دقيقة في هذا الجانب نعم أشكر جزيلا شكر السيد محمد الموسى الخبير الاقتصادي والشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة